بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في البداية نترحم عليكم للشهداء وعاقل الشفاء للجرحاء وعودة حميدة للمفقودين والنصر لقواتنا المسلحة جيناكم بفيديو جديد مع كامل بسيوني كامل التفاصيل حول موقف العملية صباحي هذا اليوم في محور المناقل والمدرعات وجنوب الخرطوم ومنطقة الزرك والفاشر وأمبادر وأيضا مشريات الفريق آدم هارون في محور الفاشر لا تنسوا تعملوا لايك والشير على ليصلكم كل جديد وكل عام وأنتم بالخير أولا حاجة جماعة نرجع نذكر إحنا تكلمنا قلنا خلاص دفك اللي جام في ناس رسلوا لي قال ليه كيف الكلام دي عندك ولكن لو ما عندي معلومة في ذلك قال ليه لكن معلومتنا من التصريح بتاع ياسر عطا تصريح ياسر عطا كان الشغلة واضحة وصريحة أنه الجيش ماشي دوس أنه الجيش متفق على الدواس أنه الجيش متفق أنه يبيل للناس زيد أنه الجيش مضى رسمي ووقع رسمي بل بس الشغل بتاع الليلة والشغل بتاع عمس حكاية ورواية وقصة خاصة بتاع الليلة ده خاصة من بالله العظيم الناس زي لنجغموا في المدرعات دي لأولاد المصارين البيض شوفنا الصور بتاحت الفيديوهات وشوفنا عمر جبريل لما ندعني نصوره لزبت على الكاميرا كده حتى خجلان زمانك بتلقيت فاتح الكاميرا هو وشايل والآن الهناي ما قادر البقال البقال ما قادر تصور الصورة الصورة ما قادر تصور صورة كده فيديو خايف ما لك يا أولاد انت ما قلت تراجل انت ما قلت تراجل انت ما لك بتتغطى بقيت تزدزز فيشنو الحاصل شنو بل 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 الناس زيل خلاص بيقوا رقعقوا في مغولة لكن ما مدكدين انه صاب ما مدكدين والله المغولة دي قالوا ناس هناك في المدرعات وقالوا كل الكلام ده وقالوا اغناصين لأنه شافوا شافوا لمحوا وقالوا وجابوا قالوا تققوا في الحطة الصح الكلام ده تقال تقال تققى في الحطة الصح نفس بتاعت قريبه لكن المعلومة دي ما مدكدين منا يعني ما مية مية بفيديو يا با لين قلت لين كده وطلع كده لكن الحاجة الحقيقة انه كان موجود معاه الغاية فطيص الغاية بتاعهم اسمه فطيصة الغاية حقه اسمه اللي هو فطيصة هو غاية فطيصة جاي عمد لحشن ايه لتدقوا في المدرعات انجغوا منهم كمية وخلوا لهم مدرعة وخلوا لهم مدفع وقاموا جارين قاموا جارين من صيجين ما عندهم غير الصيجة الوضع ممتاز جدا جدا المدرعات متقدمة ارتكازات متقدمة الوضع ممتاز نمشي قبل نشوف محور الجزيرة نشوف محور كيكل يا جماعة الخبر بتاع كيكل ده طلع قبل شهر لما نقابل بتاع الاستخبارات الفلق ضارف نحن متوقعين عندك لا من الان ارجع نرجع احنا نرجع ننقط اللايفات نجيبها لك نعمل لك الفار في تغنيت الفار موجودة قلنا لك الناس كيكل والبيش ديل حيمرقون بطريقة واحدة ما عندهم غير اسمح كلامي ده واحفظوا عندك واكتبوا والكلام ده موجود في لايف قديم قلتوا ليه طريق واحد حيجيك الزول اللي كان شغال بيون تم بيون شغل حيجيك الزول اللي كان شغال بيون شغل والله العظيم احنا وعيين وغسما بالله العظيم نحنا وعيين اكتر من اللازم نحنا وعيين وزيادة لما نشوف لما ميقفلين الوعي يعني الحيحصل بعدين نحنا عارفين لانه زول الجوة دي المستحيل يخليون لانه داك بيوجعوه الليلة لو كيكل يتمسك والله يكفل لول البنية التانية الشلوطة التالت كيكل بيقول المعاونة ولا يتعلق ولا يدو الكهرباء زي بتاع الجنجويدي بتاع الفيديو اللي يدو الكهرباء عمل فيه روحه لا ولم حصل الكهرباء ولم حصل شفت فيديو الجنجويدي المسكوه ادو كهرباء بهنا عمل في روحه بهنا والله كيكل ما يحصل المرحلة دي كيكل الكفة الاول البنية التالتة الشلوطة الرابع كيكل بنهاره بيقول معاي فلان ومعاي فلان معاي فلان المراجب تاعد كيكل شنو المراجب الكلام اللي بتسمع فيها السيدة دي الحقيقة المراقب تاعت كيكل والبيشي الكلام اللي بتسمع فيه الآن عشان كده نحن صحيين كيكل مكانه الغبر كيكل مكانه الغبر شفت لو بسلمنا الدنيا دي الجزيرة دي كاملة بممانية مكانه الغبر ده اللي بنعرفه شفت الدنيا دي كلها سلم وتتحاسب كيكل مكانه الغبر لأنه ابن حرام لأنه تربية حرام ده الكلام اللي بنعرفه كيكل الغبر شفت الغبر غير الغبر احنا ممنش فا لا تجد قل لنا كيكل والله قالوا والموضوع عند البرهان والله الموضوع لا عند البرهان ولا عند العمل اللي كانوا بتواصلوا مع كيكل والبيشي الحمين كيكل من الطيران دي للموضوع اللي عندهم اللي كانوا بيودوا الطيران بعيد من كيكل دي للموضوع اللي عندهم اللي كانوا حمينهم ما تجونوا تعملوا شفوه والله احنا الشفتة نزاتة كم منها الشفتة نزعتها كمناها اتكلم في اي حاجة يسلم اي ذول يسلم اللي سلم يتحاكم لكن كيكل ده كيكل يموت يموت عاديل خدت فيه مدخل الجزيرة الناس كلها تجي يشوفها بعينه لكن قصة كيكل وداريتنا تشوفه الجسد الرأي العام احنا كلامنا واضح احنا دارينا الضابط ذاته اللي تواصل مع كيكل ده جايب دارينا الضابط الردمة الكبيرة اللي تواصل مع كيكل ده بس القصة هنا انتهت عشان احنا وعيين واحنا عارفين احنا دفعنا ثمن غالي اتحجرنا عشان يجي يعيش ابن الحرام ده والله ابن الحرام ده ما يعيش والمعاوة وابلاد الحرام ما يعيشوا دار كلهم اولاد حرام ودي الحقيقة دار تطلع امشي تشاهد عيش هناك شوف ليه كهل امشي النيجر خلي الدوك اهل الدوك بيت تعيش فيه امشي اي مكان الدوك حاجة تعيش فيها لكن السودان ده والله العظيم من قامة الغيامة ما تعيشوا في السودان يا وسخ يا رمم يا خنايل يا قوادين يا ما عندكم شرف منو التاني السوداني بيقبلكن اتوا معانا ياتوا سوداني بيخليكن تلفوا في الجزيرة ياتوا سوداني بيخليكن تكونوا جزء من حياتنا ما في ما في ولا في زول تحدى احنا دارين نعرف والله بس الضابط اللي بتواصل مع كيكل الضابط الرجل اللي بيطلع لنا بعدين يقول لنا احنا دارين لاننا احنا عارفين واسغين ومليون المية كيكل ده مستحيل يكون انفيد من الطيران ده بدون حامي ده موضوع منتهي موضوع ما قفل موضوع ستارة ونازلة احنا حارسين ويتو حارسين طلعوا اللي شاعات جيبوا بيهنا احنا قاعدين قاعدين ودي من اللي شاعات لولا طلع قبل واحد واحد قبل فترة طلع بصلعة طلعوا احنا مراغبين وقاعدين وكلامنا واضح ما بتغير كيكل ده والله يا كيكل اللي تطلع المعاك وغسم بالله العظيم حقنا ده والله لا بالله في دولة بتحفيه ولا في مجتمع دول بحفيه ولا في عالم بحفيه ولا في دولة في العرض بحفيه حق الجزيرة ده ده غير ده غسما بالله العظيم غير ده لا عاف الله عما سلاف لا كضب لا لف لا دوران نتحدى ايه زول منو ما كان نجي يقول كيكل قال والله نركبك انتو كيكل اصله ما ما في ولا 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 شفت صغرة ما في لانه بالنسبة لنا كيكل ده ده همى من حمد حمدت احنا عارفينه مات وانتهوا ده الرحمدقال وده جنة والباقين كلهم يا مجنون يا بقال يا مجنون يا بقال كلهم فقدوا ده هناك ده جبريل ده وما قادر بك يتصور الصورة زمانك بيطلع ويصور لك بيديوهات وكل دقيقة حاضر الله اطفال والآن ما قادر يطلع قدام الكاميرا خاجلان اتغتى زي اخته بالطرحة اتغتى زي اخته بالطرحة اتغتى زي اخته بالطرحة ما قادر افتح وشه خايف خايف الجبان خايف الرمة خايف خايف عشان كده قصتنا نحن معركتنا من منتهية ما قفل تكفيل مية مية الآن والله محبر المناقل ان هذا الشرار فوق في السماء جنهم ساي استلام حي استلموا لهم تمانية عشرات حية استلموا لهم دفار حي استلموا عتاد حي شغالين استلام حي وبد ولا وقفة تاني نكلمك قسما بالله ولا وقفة قسما بالله العظيم ولا وقفة احنا عارفين قلت لك في شغل حصل وفي حاجات تغيرت وفيك جوة شكة حصلت الشكة دي قسما بالله العظيم الجنجودي اللي يموت وفيشوق بعين الكلام دا دار تترجم وترجمه ما بتقدر تترجم ارجع لي اي غا مسترجم به في شكة حصلت جوة وخاصة في محور الجزيرة المناقل والمحاورة البحناك الكلام دا انا بقوله لك والله الا شوفه في المهدان في شكة حصلت الشكة دي والله العظيم الجنجودي دا ما يطلع منا ليوم الله الآن الشغل على مية بيضة الآن ما في خاين الآن ما في عميل الآن ما في معلومة بتتسرب الآن ما في كلام دا انا بقوله لكم مزولي تيانا ما في معلومة بتتسرب الآن ما في شكك الآن بل قدام وكل الناس اخوان ودي الحقيقة عشان كذا نحن عندنا الجصة انتهد ما زال بتاعت ايام ما زال بتاعت ايام الناس تصبر بإذن الله تعالى كله أنا الآن وغسما بالله العظيم الجنجويد القاعدين في رفاع العراري والعراري الجلاليب ما بيقدروا يلبسوا كاكي قسم بالله العلي العظيم ما بيقدروا يلبسوا كاكي كاكي ما بيقدروا يلبسوا خايفين دايرين يطلعوا دايرين يطلعوا يطلعوا عديد في ناس من الجبل ذيل صيجوا مشوا الخفيف كله ولقى طريقة صيج الناس اللي زي قاتل في شرق النيل في مشاكل بهناك الناس الدارين صيج والناس المادارين صيج المشاكل مدورة اغلبية كلهم عارفين انه المعركة خلصت والقصة انتهت والموضوع خلص ولا داير لا جرايم داك الموضوع واضح وانتهى ما عندهم حاجة تاني الناس ذي الكملو محور الفاودة ما شاء الله تبارك الله شغال فيهını شغل القرف نجده ونجاة أدم هارون والله العظيم نجده ونجاة أدم هارون وغسما بالله العظيم عملون الكلاشة بهنا بحور المناقل بعد الحصل فيه وخصم بالله العظيم شغال فيهن غرب لا شغال فيهن غرب الاسش بتلقى الفيديو قاعد وبتلقاون وين شوفهم شوفهن شوف الجيش الجيش جيش جوه شغال والله ما ما واقف ما اشحي متقدم والناس لكلنا الآن ما شاء الله طبارك الله حاجة تفرح شغل مرتب الآن ما فيه ما عندهم حاجة ناس ديال تاني لا يبلكون شيء عشان يكيدافوا عنه ولا عندهم قضية ولا عندهم حاجة السبعين في المئة بتاعت المصفة دي وخصم بالله يبيدوا بمصفاها السبعين في المئة ديال بتاعنا المصفة ديال والله العظيم الأجانب ديال يتبادوا يتحرقوا جوها قسما بالله الأجانب ديال يتحرقوا جوها بعد ما يسجلوا الشهادات بتاعت الناس تطلعوا الليلة والشهادات دي تتوسخ أن القاعدين جوها مرتزغة من وين وين ومعاكم ومن ومعاكم ومن後 قسما بالله يركبون نار مما الله خلقوا ما شافوا نار شوفت نار يهنم شوفه احد شوفه في المصفة ده خلي التوسيقات تطلعوا ديال وسلم ونفسهم من المصفة ديال ده سثمروا معهم سثمروا معاهم القاعد منهم من وين من يات دولة الناس جوة كلهم طلعوا الباقيين على جانب الجايبكون هنا شو أجعبكم ما في حقك إنسان هنا وغسما بالله يمصف الجيل دي وليع بيكون نار جهنم نار جهنم وبيأس المصير الموضوع منتهي الموضوع خلصان الموضوع قاضي انتصرنا 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشباب سبع الخير عليكم وينما كنتم كيفكم إن شاء الله كلكم بخير لايق ومشاركة في غنالة 24 ونسر للقوات المصلعة في كل المكان كامل بسيني جاب موقف العمليات بتا مدرعات وخطاب ياسر أطا صحيح ياسر أطا كانت تصريحاته كانت قوي جدا جدا قالوا فيها فكالجام نتمنى إن شاء الله غريبا تفكو لنا فكالجام دي وما عارو خيطا فترنا والله يعني فكالجام 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 أملنا سنة كامل وفترنا وما نفتر ومنتظرين إن شاء الله غريبا تفكو لنا فكالجام دي ونرتاح من الجنجويد دي صراحة كده أنه سنة كامل دا يعني انتظار يعني صعب جدا جدا إما في مدرعات مدرعات صحيحة أميس كانت فيها معارك كبيرة جدا جدا في مدرعات كلام دا ما أميس بس مدرعات دي ليهو تقريبا أربع يوم دي شغالة تبان وجنجويد أيامات دي بجيبو كميات حالة جدا جدا في مدرعات أول أميس جاقم ميات تبان من الجنجويد تبان في مدرعات وأميس برضو سهيح جو كتيرة جدا كميات شبتا وكمان فيها أجانب والله أجانب شبتا من قبائل نوير شبتا جنوبين من قبائل نوير شبتا وليقوا كمية قبضوهم طبعا كلام دا أميس واميس كانت مدرعات كانت شوكو الكبيرة جدا جدا وجيش ما قصروا وانتصار كانت كبير جدا جدا في المدرعات ثم في غرب أمدرمان قوات أمال خاص ما شاء الله شغالين شوكو الكبير جدا جدا في غرب أمدرمان أدوها لسه شوية كده نجي لكيكل كيكل طبعا قالوا اتحرق وما عارب قداري بكيف كيف ده أنا ما عارب خيطو كالان دا بكون صحي ولا أنا ما عارب كيكل وبيشو كده طبعا دي معلومات طبعا متداول أو كده لكن تعاكيد كده شنو ما فيه وكده أنا ما عارب خيطو تحرق بتاعدي عنده شنو أنا ما عارب دي كانت كيكل وفي مناغل بردو في أتبان جاقم تمانية تأشارات في مناغل أمس في مناغل كانت جماعة استقل شوكو الكبيرة جدا في جهد المناقل فاشر مؤمن ما فيه كلام غوات المشتركة والجيش ما شاء الله تبارك الله شكالين شوكو الكبير جدا في فاشر والنصر للقوات المصالحة في كل مكان تحياتنا شباب وشكرا لكم وعليك الدم والنصر قريب وعكيد قريب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتنا